كنت معنا قبل كده وكتفكرة حلوة جداً وناس كتير حبتها والنهاردة هنتكلم عن الرياضات المختلفة ورياضات مختلفة في النادي عندنا ويمكن نموذج هانا جودة لما كريم جاءت تتكلم عنها من النماذج النكحة جداً والوعيدة تحب نبدأ بأنهي رياضة تحديداً ولا ممكن نبدأ بفكرة صناعة أصلاً البطل الأولمبي يعني دي برضو أو ده ملف مهم جداً ممكن نتكلم نبدأ بهانا جودة خلاص يا هانا جودة طبعاً يعني أنا لو عادت أتكلم من هنا لبقى يعني كتير قدام مش هادر أتكلم عليها بشكل كافي هانا جودة بطل رياضية أسطورة أو معجزة في تنس الطاولة وهي لسه عندها 14 سنة بتحقق كل الأرقام القياسية بتحقق بطولات كبيرة بتكسب ناس بيسبقوها في العمر ب20 و30 سنة طبعاً ده أجاز لطفلة عندها 14 سنة هي موهوبة طبعاً بالفترة طبعاً في دعم كبير جداً من أهلها وفي دعم كبير من نادي الأهلي والرعاب طبعاً بيساعدوها كتير جداً لكن هي بطلة اللي حقيقته لو هانا جودة للفترة الأخيرة ومن الأسبوع الفدة يمكن أنها تكسب كاس أفريقيا كأصغر بطلة في تاريخ أفريقيا أنا تكسب كمان كسبت دينا مشري بطلة الأهلي اللي هي بطلة أفريقيا كذا مرة كسبت بطلة ناجيريا في النائي قدام جمهورها في النائي كانت مبارمة راسونية يعني يمكن أن هانا جودة تكسب في نص ساعة بس أربعة صف أربعة عشوات البنت اللي ناجيرية ما أخذتش منها شوط وأقبل منها عشرين سنة تقريباً فهانا جودة حققات اللي محدش يدر يحققه كمان هانا جودة النهاردة أو مبارح ارتقت للمركز 33 عالمياً على مستوى كل اللي عبات المستوى اللي في التاريخ اللي هم كبار مش بس الصغارين وهي عند 14 سنة طبعاً هين مصنفة الأولى في سن 15 و 17 سنة على العالم فطبعاً هانا جودة دي بطلة تاريخية وأنا أعتقد أن هانا جودة دي إن شاء الله إن شاء الله ممكن نقول في أولمبياد باريس أو أولمبياد لوس أنجلوس هتجيب مدالية المصرحة ليه ما عندناش 50 ألف هانا جودة أنا زي ما بقول لحدك مشوار البطلة في أولمبي ده مش حاجة سهلة ونحن ما كناش مهتمين أوي بالألعاب الفردية كتير من زمان يمكن بدأنا نهتم جداً دلوقتي السنين فاتبدأ يبقى فيه تمام بالألعاب الأخرى عامة في كل الأندية وحتى في البلد عامة فأنا شايف أن هانا جودة أسطورة لازم نحتفظ بيها ولازم ندعمها ولازم نهتم بيها لأنها فعلاً مستقبل كرة تنسطورة أه طبعاً أكيد أكيد يعني أنا شايف أن هانا جودة ممكن نعمل كذا هانا جودة بس لازم نهتم الوقتي بهانا جودة لأن هانا جودة فعلاً هي مستقبل وأعتقد إن شاء الله هتشرف مصر قريب وهتجيب مدالية أولمبياد